في جلسة خاصة بمجلس الأمن قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتين غيرفث إن المشاورات المرتقبة في السويد تستند على القرارات الدولية ونتائج مشاورات الكويت وهما يعني عدم تجاوز المرجعيات الثلاث المتفق عليها في الكويت منتصف العام 2016 غيرفث أكد أن المشاورات القادمة ستتركز على جهود بناء ثقة بين الأطراف تشمل اتفاقا قريبا على تبادل سجناء والمحتجزين بين الحكومة والحوثيين ويشدد على بذل جهود لمنع انهيار الريال اليمني بعقد اجتماعات مع البنك المركزي اليمني برعاية صندوق النقد الدولي وهو دور انتقده سابقا محافظ البنك المركزي محمد زمام أولويات المشاورات حددها غيرفث بإحاطته لمجلس الأمن تتمثل بالأولويات الإنسانية لكنه رغم إجادته بتعليق العمليات الحربية مؤقتا شدد على أن الحوار لا يشترط وقف الحرب والتلبية لمطالب حوثية قال غيرفث إنه مستعد للسفر مع الوفد الحوثي في طائرة واحدة إلى المشاورة في السويد مشيرا إلى أنه سيلتقي عبد الملك الحوثي في صنعاء جلسة مجلس الأمن لم تتطرق إلى مشروع قرار بريطاني هادف لوقف الحرب في اليمن وأبلغت السفيرة البريطانية كيرين بريس أعضاء مجلس الأمن أن بلادها ستقدم مشروع قرار حول اليمن إلى شركاء في مجلس الأمن يوم الاثنين المقبل الحكومة اليمنية عبر السفير أحمد بن مبارك أكدت على موقفها الثابت تجاه السلام المبني على المرجعيات واستعدادها مبادلت أسرى الحرب الحوثيين لديها بالمختطفين المدنيين في سجون ميليشيات الحوثي اشتركوا في القناة